ارتجل خادم الحرمين الشريفين في ختام كلمته أمام قادة الدول الإسلامية ورؤساء وفود الحج كلمات موجزة ثمن فيها جهود الأمراء خارد الفيصل ومحمد بن نايف ومحمد بن سلمان وتضمنت كلمته تأكيد على دوري المملكة منذ عهد مؤسسها في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن ما يقوم بالأبناء محمد بن نايف ومحمد بن سلمان هو أجبهم اللي ورثوه من أباهم والجلس إنني أقول كذلك أن الأمير خادم الفيصل يشكر على جهوده في هذه البرد وهذا اللي يتعلم عليه وهو أبن الفيصل الذي يعني ملك أبن عزيز نايف الله في هذه المنطقة أن يرتجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة مقتضبة يشير فيها لقيادات الدولة فذلك يعني ضمن ما يعنيه أن خادم الحرمين سيقدم كعادته وهو المتبحر في إرث الدولة موجزا تاريخيا الملك سلمان بعد أن قال كلمته أمام رؤساء وفود الحج التفت يمينا وأشار للمحمدين ولي العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان وكذلك لأمير منطقة مكة خالد الفيصل ليحكي القصة الموجزة مفادها أن خدمة البيتين إرث لا حيدة عنه وأنه شرف يبقى ما بقي الزمان بإذن المولى سبحانه حكى ملك الحزم والعزم أن قيادات الدولة منذ عهد مؤسسها وهي تجعل خدمة ضيوف الرحمن على قائمة أولوياتها فتسخر كل موارد الدولة وكوادرها بشرية وفنية في سبيل جعل البيت مثابة للناس وأمنة بإذن ربهم وحين يقول الملك سلمان هذا المعنى بعباراته الموجزة والمختصرة فهو من جهة أخرى يؤكد كما يؤكد كل السعوديين أن المملكة لن تألو جهدا في المضي قدمة نحو مواصلة النهج الذي سار عليه ملوك الدولة من أبناء عبد العزيز الذين عدهم الملك سلمان واحدا واحدا فرحم الله المؤسس وسعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله ومتع سلمان وسواعده للقيام بشأن ضيوف الرحمن وبيوت الله فكانت وستبقى من أولويات عملهم وصميم عنايتهم